سأطيب أرجب أردوغان لأنه هو الذي جعل بعض التوازن في الأمة وخاصة في المناطق المحترقة من المسلمين العراق وسوريا وليبيا واليمن وازنوهك شوف أخياء أنا عن طريقكم بما أنكم تهتمون بهذا الأمر قلنا لكم تدعوا معاه لأنه إما أن تبقى تركيا مسلمة موحدة تحمل هم هذه المناطق في العالم الإسلامي المحترقة لأننا لا نجد من يأوي المسلمين إلا هذا وإن الحزب العلماني الملحد الذي ينافسه في الانتخابات تعالوا اسم مدير يقول لهم ما قبلناش العربي يزيد والعرب كل شيء قد يجري ومراهم ويقسمون تركيا ويسلمونها في طبق من ذهب إلى عداء الله وهم لا يخفون ذلك ويتآمرون وراهم يعدون العدة من أجل تزوير الانتخابات ودروح المجموعة عن طرق لتزويرها وربما إنهم عياذا بالله يخططون لما بعد الانتخابات في حالة ما إذا نجح أردوغان فالفترة عصيبة والإعلام في العالم كله يصرخ لا تتركوه ينجح أوه يا ابن عمي أوروبا أمريكا كلهم كلهم لا تتركوه ينجح لأنه يريد إعادة أمجاد الخلافة العثمانية خلافة العثمانية التي ضيعت فغة أوروبا الشرقية والجزيرة العربية والشام والعراق واليمن كانت وصلة إلى الجزائر خلافة واحدة البوسنة والهرسك ورومانيا وبلغاريا وصلة إلى جزيرة القرم اللي دتها روسيا حيث ذبحت المسلمين هناك وصلة فين وصلة إلى تركستان في الصين اللي رهم الآن كي يذبحهم وكي يدلوا مركوة تعرفوا اسم رهم تعرفوا القوانين جديدة اللي خرجتها الصين واسموا يا أو لا قانون جديد واسموا يا واسموا يا ما يخص يصيبوا عندك السجادة في الدار لو وجدوا عندك سجادة مشيت والثانية واسموا يا المرأة والرجل المسلم زيد ما يخصوش يتمسش الرجل بالشاشية والمرأة ما تديرش الخيمار المسلم كمظهر من مظاهر الإسلام شكرا لنا يتكلم عن هذا الشيء من غير تركيا ولذلك أنا عن طريقكم إن شاء الله هذا الشيء ما بقاشه كما بكريه هذا هو مجموعان تعالى حزاب وكل واحد عنده برنامج كي يتنفسه لا هذا حزب زيد يتعلق مصير أمة رسول الله به مش شيء تعالى تعتبر كي يولا شكول اللي في سوريا يعني أريض وأفشل الغزولة للشمال تعتبر سوريا شكول في ليبيا من الذي أوقف المعركة هناك لتقسيمها إلى ثلاثة في أذربيجان من الذي ردى بانطقة غورني كارباخ أنت على المسلمين أنت تتعرف ويرها مشكلة وإذلك دعوه لهم الله تعالى لأن هذه مسألة تخصونه وتهمونك مسلمين الأخرين معلمانيين ملحدين بغني شتوا الأسرة بغني يدعوا لكل ما يصادموا الفطرة بغني يقول لي قال ذاك التفاقية أنت ما يسمى التفاقية أوروبا مع ذاك وابا بابا 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 وذلك أنا عن طريقكم أرسلوا هذه الرسالة للمسلمين الناطقين بالعربية إلى تركيا فأقول يا أيها المسلمون الناطقون بالعربية واتفهمونني فإنني بإذن الله تعالى أبرئ ذمتي وأعضع عن كاهلي هذه الأمانة لأطوق بها عنائقكم وأقول لا عذر لكم عند الله أن تتأخروا عن انتخاب أردوغان وأي مسلم عربي هناك يتخلق فإن كل ما يقع من فساد للأمة في أرجاء الدنيا كلها بسبب عدم وجود دولة هي أمل الأمة في إعادة العزة للمسلمين أنك تتحمل مسؤولية دم يهرق تتحمل مسؤوليته فساد يزيد انتشارا أنك تتحمل مسؤوليته إلا كنت تموت يرفضك في الكاررو ويجيبك تعطي الصوت تموت لأن صوتك هذا فيه يعني ربما كيكون نجح بصوت واحد يكون صوتك أمتى يا ذك اللي جاي منك فيه ها يعني شواب المساكين اللي عارف يشكنه أردوغان وأشق بالأردوغان كي كانت ديرا تركيا الكمالية منعت العربية ومنعت الآذن بالعربية وحربت المعاهد الدينية بابا 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 تعرفوش عليك كرهوشي واحدين اللي عرب تسمي يا ربا يا ربا واحد مره مشيت المره اللي أولى وعطيت الباسفور باش ندخل زمانة قلت راني غادي مشي عند بلاد رايحكمها أردوغان حسب لي أردوغان يحكم ها 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 سأردوغان كان عندي واحد عشرات في ليبيا والله الامن ماشي دياله المخابرات ماشي دياله القضاء ماشي دياله كل شي ديال الدولة العميقة أنا قلت سبا كان مشكلة الحمد لله خرجنا لوحي للبلاد متاع المسلمين عطيت له الباسفور وجيت ورقتها كذا على ذاك نستنا الباسفور لابن عم اعلان هذا دير فيها ولا تحمير عمني شفني هكلا مسلم وعربي لا 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 بابا تحاول مالك مالكس 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 يعني تشوفوا الحقد حقدون على كالشي ناس لأننا قررواهم واسموا قرروا في المنهج تعالى التعليم أن العرب خانوكم وإحنا ما اسموا قرروا وانا في التلعي ما اسموا أن العثمانيين خانوكم العرب عمرون مسلمين ما خانوا مسلمين تعالى مسلمين تعالى العثمانيين العثمانيين عمرون ما خانوا العرب إنما هو الذي وضع منهج التعليم في تركيا وضعها أيضا هنا من يندروا من يبغوا يطيحوا الخلافة العثمانية أسسوا ما يسمى به توركيا الفتاة علماني وفي مصر واسمه اسلو مصر الفتاة هذي هذي واسمه هذي واسمه هذي تمدح العروبة وهذي تمدح زيد تورانية انتم مع عرب وانتم خلافة تاكم وانتم اكذا وانتم مع توركيين واتحياء الاطراك وارفع راسك انت توركي وارفع تعالى واصبحوا العرب يقاتلون المسلمين يقاتلون المسلمين حتى بقيض حكذاك الانجليزي وقالهم لقد اوصلنا المسلمين الى درجة الغباء حيث يقاتلوا المسلم العربي المسلم التركي والكردي واحنا مفرجين وش كلهما الجيش منين هما تلتملين كلهم مصريين يعني الجيش اللي في تلتملين كلهم جملاي مصريين وشي تلتملين ولا تعالى هونو دي المسلمين الشغي الشاف هو اللي انجليزي الشيفان هما اللي انجليزي ولا عربه المسلمين كيتقتلوا بيناتهم فمشات الامجاد انت على خلال خمسمية وستين سنة محمد الفاتح سليم يووز سليمان القانوني بيزيد الاول بيزيد الثاني بيزيد هو بين يزيد هو معاوية يعرفوا قيمة معاوية رضي الله عنه يعرفوا باللي هو والذي افشل كل خطط عبدالله ابن سبع واللي كي يشبهوهن في تاريخات الشيعة في عدم يبديوا القيم ما هو يزيد يبقوا يسيبوه فيهم احولا ولا قوتا الا بالله اذا انا كنجا امسق سيتولا لشي كن قولكم يا معاشر المسلمين العرب في تركيا لا عذر لكم عند الله من تخلف او تكاسل او تعقاعس في ان يذهب في الساعات الاولى لكي يدلي بصوته لفائدة اردوغان لا بنت لا بنت لا خيار لا خيار كون كاشي بلاد اخرى فيها اختيارات ما كان مشكلة ما كاشي خياراس ماسونية مع يسلع? محل ليرا المعركة ديانت? محل طاع محمد الفاتح ماله? شكرا